هي يعني بتوجع بتموت بتموت بتقتل جوزها خانها بعد 15 سنة فعملت عليه حفلة حضار هنجوم العالم كله لدرجة انه قال يا قرض تشقي وبلعيني اتقابض عليها في المطار بكوكاين ندمت ساعتها ندم السنين استجاير عندها أسلوب حياة يا جدع دي هي الوحيدة اللي دخنت على المسرح وسط لجنة تحكيم ابنها قتل واحد فدفعت له مليون جنيه وخرجته أصالة نصري حياتها مش بنبي زي الناس ما بتقول دي المشاكل عندها أسلوب حياة وكل فترة هنلاقي اسمها تريند على السوشال ميديا مرة بسبب الخيانة مرة بسبب القبض عليها أصالة عاشت في مشاكل كتير راحت لدكتور نفسي وقالت رحموني بقيت بتعالج هو من الدكاترة اللي كان يعالجني بالكلام بالحكمة مشاكل أصالة بدأت وقت طلقها من جزها أيمن الزهبي اللي اتجاوزته لمدة 15 سنة وخلفت منه خالد وشام وحياتهم كانت سمنة على عسل لحد ما طلعت في برنامج وفضحته ونشرت خبر طلقها وقالت عليه راجل خين رمى النعمة من إيده بس هو هنا فجر مفاجأة سكتت الكل وقال والله يا جماعة أصالة هي اللي خانتني مع طارق العريان فطلقتها لما شكت فيها لإني بغير عليها جدا أنا على مستوى العاطفي أصالة طلعت من حياتي كومبليتي من زمان أصالة طبعا طنشت كلامه عملت موف أون واتجوزت طارق العريان وخلفت منه توقم وعاشت معاه 15 سنة كمان حققت فيهم نجاح كبير لقبوها بتاج الأغنية الخليجية ويوم بعد يوم شهرتها في العالم العربي بتزيد لحد ما في سنة 2017 بالتحديد أصالة قبض عليها في مطار بيروت السلطات مسكتها مخبية كوكاين في علبة مكياج هنا طبعا أصالة أنكرت وقالت مش علبتي ومعرفش حاجة عن المخدرات دي فضلت ساعتين محجوزة وبعدين رجعت لمصر بعدها على طول بنتها شامت طلقت من جوزها أصالة وصفت أن خبر طلق بنتها عرضها لصدمة نفسية كبيرة وبعدها بفترة أصالة هي كمان طلقت من طارق العريان وفي لقاء ليها قالت أن طلقها كان بسبب الخيانة طارق كان بيخنها مع واحدة مش من الوسط الفني وفضلت أصالة تحاول تموف أون من طارق لأنها كانت بتحبه جدا بس طارق اتجوز على طول من اللي حبها أصالة طلقت وفضلت شايلة في قلبها رغم أنها كمان اتجوزت بعده من فايق حسن اللي قالت أنه صاحبها من 15 سنة في بعض نحن أصدقاء مقربين والحب بينهم حصل بالصدفة وعيشة معاه مبسوطة وكلامه أوامر ده بمجرد ما قالها بحب الشعر القصير قصت شعرها في نفس اليوم رغم كل اللي انت سمعته ده أصالة في حفلة جوي ووردز في السعودية اتقابلت لأول مرة مع طارق العريان ومراته وهنا بقى ظهرت قوة أصالة اللي طبقت مبدأ الموف اون على أصوله واختارت تغني أغنيتها المشهورة الجمهور قال إن أصالة كان قصدها طارق بالأغنية اللي ظهر في الفيديوهات وهو بيضحك مع مراته في نفس لحظة غناء أصالة من الأزمات برضو الصعبة اللي عاشتها أصالة وقت ما قتل ابنها خالد شاب بالغلط أصالة فورا دفعت مليون جنيه فدية لأهل القتيل بعدها ترفع عليها قضية وقضية كانت كبيرة شويتين وهي اصدراء الأديان بسبب أغنية رفقا اللي جابت فيها كلمات لحديث نبوي شريف أول ما الأغنية نزلت بسرعة أصدر المجمع الأعلى للبحوث فتوى وحرم سماع الأغنية وقال إن الأغنية حرام برغم كل الأزمات اللي حكتها لك دي إلا إن أصالة نصري بتقدر تعدي أي حاجة حصلت وترجع لجمهورها ولا كأن حصل حاجة وفي النهاية لو حابب تعرف أسرار عن النجوم والمشاهير تابعونا على نجوم الفن